موسيقى شهر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نبدوها بالعناوين موسيقى نائب رئيس الجمهورية يلتقي عددا من القيادات العسكرية ويؤكد الانحياز لفرص السلام موسيقى موسيقى مليشيات الحوثي تستادف عددا من المصانع ومخازن للمواد الإغاثية ومنازل المواطنين والجيش يتقدم نحو مدينة الصالح في الحديدة موسيقى الجيش الوطني يسيطر على جبال حيدان في صعدة ويحرر مواقع جديدة غربي محافظة تعز موسيقى اهلا ومرحبا بكم عقد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد العلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح اجتماعا ضم عددا من قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة وقادة المناطق العسكرية وفي اللقاء الذي حضره مستشار القائد العلى للقوات المسلحة اللواء الركن طاهر العقيل والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القمير وقاعد قوات التحالف بمأرب العميد الركن عون القرني ناقش الحاضرون المستجدات الميدانية والتطورات العسكرية واحوال المقاتلين الابطال والوحدات العسكرية ونقل نائب الرئيس تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية القائد العلى للقوات المسلحة الذي يتابع باهتمام من ما يسطره أبطال الجيش في مختلف الجبهات والجهود المبذولة في بناء المؤسسة العسكرية بناء مؤسسيا وطنيا تنفيذا لتوجيهاته وحي الاجتماع والانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش بدعم ومساندة التحالف والإنجازات الميدانية في مختلف الجبهات في الحديدة ودمت والبيضاء ومختلف الجبهات مثمنين المواقف الأخوية الصادقة لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية وجدد الفريق محسن التأكيد على خيار السلام الذي يستمر الحوثيون في إهدار فرصه المتكررة وموقف الشرعي الثابت بقيادة رئيس الجمهورية نحو السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاثة مرحبا بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي وتأكيد الأشقاء والأصدقاء على الحل السياسي المبني على قرار مجلس الأمن 22-16 وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود والعمل بتفاين وإخلاص وصدق بما يخدم أبناء الشعب اليمني واستعادة دولتهم وإرسال الأمن والاستقرار في كل ربع الوطن مؤكدا بأنه لا كرامة لليمنيين بلا دولة ولا عزة بدون وطن ولا وطن في ظل وجود المشروع الإيراني التخريبي ومحاولات التدميرية في اليمن وطموحاته لا مشروعة في بلادنا والمنطقة والعالم وقدم القادة تقارير عن الأوضاع الميدانية وما يسطره المقاتلون الأبطال من بطولات خالدة في سبيل تحرير اليمن وأمنه واستقراره منوهين إلى الجهود المبذولة في التصحي والبناء والتدريب والتأهيل بما يخدم قوة وتماسك الوحدات العسكرية ويساعد على تنفيذ مهامها الميدانية بكل نجاح واقتدار كما رفع التهاني للقيادة السياسية بمناسبة الانتصارات في مختلف الجبهات مؤكدين تفانيهم وجهدهم المستمر في تنفيذ التوجيهات والعمل بما من شأنه تعزيز قدراته وكفاءة أبناء الجيش الوطني ناقش نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن أحمد العقيل ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن جغمان الجنيدي مستجدات العمليات العسكرية في عموم الجبهات وتطرقت القيادات العسكرية التي إلى الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في سبيل دحر ميليشيات الحوثي من كافة المناطق التي استولت عليها وإفشال مخططاتها التآمورية والتدميرية لكل مقومات الدولة اليمنية نعى مجلس القضاء العلاوى المحكمة العليا للجمهورية ووزارة العدل ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء القاضي جمال محمد عمر الذي وفه الأجل في أحد المستشفيات في العاصمة الروسية موسكو إثر مرض عضال ألم به وأشاد بيان صادر عن هذه الجهات بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأجهوده في ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وتكريس سيادة النظام والقانون خلال عمله الطويل في سلك القضاء لافتا إلى أن الفقيد كان له دور كبير في تفعيل واستئناف عمل السلطة القضائية والمحاكم التابعة لها على الرغم من العقبات والتحديات التي خلفتها ميليشيات الحوثي وأكد البيان أن الفقيد كان مثالا للقاضي الإنسان والمسؤول الذي قسد قيم النزاهة والعدالة والإخلاص والخلق الكريم وكان شخصية وطنية كبيرة كرس حياته لخدمة شعبه ووطنه مشيرا إلى أن رحيل الفقيد مثل خسارة كبيرة لسلك القضاء في اليمن وجاء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مثل حضوره المميز ومواقفه الراشدة وحكمته الراجحة وأضاف أن الفقيد تميز بالإخلاص والتفاني في كل المواقع التي حل فيها والمسؤوليات التي تسلمها والمناصب التي تدرج فيها في العمل بالمحاكم كقاضيا ورئيسا لمحكمة ورئيس محكمة ومحاميا عاما للجمهورية وأخيرا وزيرا للعدل في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن وعبرت البيانات عن أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وجميع أصدقائه ومحبيه ولكل أبناء الشعب اليمني بهذا الرحيل المفاجئ والفاجعة المؤلمة سئلنا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكينه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة مع نظيره الكوبي خوسي رامون سابوردو لودي برتكول التعاون الثنائي بين البلدين للفترة من العام الفين وثمانية عشر وحتى الفين وعشرين في مجالات البحوث العلمية والتبادل الزيارات وتقديم المنح الدراسية المتبادلة في المجالات الطبية والآداب واللغات كما بحث الوزير باسلامة مع الدكتور خوسي رامون العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وسبل تعزيزها وتطويرها استعرض وزير التعليم العالي تطورات الأوضاع في بلادنا وما تسببت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من أضرار كبيرة في البنية التحتية بينها الجامعات والمؤسسات التعليمية وتوقف الكثير منها نتيجة تحويلها من قبل الميليشيات الحوثية إلى ثكنات عسكرية وممارسات الميليشيات الحوثية في عسكرة الجامعات والمؤسسات العلمية في مناطق سيطرتها من جانبه عبر وزير التعليم العالي الكوبي عن استعداد بلاده لتعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات مؤكدا موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة اليمنية حضر اللقاء سفير بلادنا لدى كوبا محمد صالح ناشر كما حضرها النائب الأول لوزير التعليم العالي إبيرتو سانتيان كاسيرس ونائب رئيس العلاقات الدولية بوزارة التعليم راول أرناندز ورئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة خوسي كريسبو جددت حكومة بلادنا موقفها الداعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث لأحلال السلام من خلال نيته لعقد جولة جديدة من المشاورات وعربت عن أملها بأن يلتزم الطرف الانقلابي بالحضور إلى هذه المشاورات وبنية صادقة لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قبل المبعوث الأممي وأكد السفير أحمد بن مبارك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط اليمن أن السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 22-16 السلام الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة المختطفة ويستلزم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى المؤسسة العسكرية الشرعية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح كما أكد أن فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية يسعون دوما لكل فرصة للسلام بنية صادقة وحس وطني صادق وأمل عريض لأن اليمن بلد الحضارة والتاريخ والحكمة يستحق أن يعيش بكرامة وسلام وازدهار في ظل يمن اتحادي قويا ومستقل ولا ولن يقبلون بفرض التجربة الإيرانية على البلاد وأعلن استعداد الحكومة الشرعية للتعامل الإيجابي مع كافة المقترحات الخاصة بإجراءات بناء الثقة كل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني وأكد تقديرها في هذا الإطار للجهود الصادقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفث أبدت الكويت استعدادها لتوفير دعم لوجستي لضمان مشاركة الأطراف اليمنية في جولة مشاورات من المنتظر إقامتها في ستوكهولم مؤكدة دعمها للجهود التي يبدوها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في هذا الشأن جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية وأكد العتيبي إيمان الكويت بأنه لا حل للأزمة في اليمن إلا الحل السياسي معربا عن دعم العملية السياسية الكفيلة بإنهاء معاناة الشعب اليمني مع أهمية ارتكاز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأشار إلى أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم اثنين وعشرين ستة عشر بما يضمن سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مرحبا بإعلان عودة استئناف المشاورات السياسية في ستوك هولم أخبار الميدان قصفت ميليشيات الحوثي عددا من المصارع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة وقال ركن استطلاع اللواء الثاني عمالق العقيد أحمد علي الجحيلي إن ميليشيات الحوثي استهدفت بمدفعية الهاوزر مصانع الألبان وثلاجة المخلاف ومصانع أخرى ما أسفر عن احتراقها وتدميرها ولفت الجحيلي إلى أن الميليشيات الحوثية أصبحت تنفذ عمليات انتقامية وتستهدف المصانع بهدف تدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية ومقومات حياة المواطن وأضاف أن الميليشيات تسع عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية وذلك بعد وصولها إلى مرحلة من اللئاس في السيطرة على اليمن وإعادته إلى حكم الإمامة وأفاد الجحيلي أن ميليشيات الحوثي قامت بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في مدينة الحديدة إلى أماكن مجهولة خوفا من تقدم قوات الجيش الوطني كما قصفت ميليشيات الحوثي منازل المواطنين والمراطق الأهلة بالسكان بشكل عشوائي وقالت مصادر محلية أن ثلاث فتيات لقينا مصرعهن وأصيبت ثلاث أخريات إثر قصف من قبل الميليشيات على منازل المواطنين في حي سبع يوليو بمدينة الحديدة وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي نصبت المدافع والمضادات الأرضية في أعلى العمائر وبعض الأسوار الخلفية التي تسيطر عليها لإطلاق القذائف بصورة عشوائية وكانت ميليشيات الحوثي قد نفذت حملة مدهمات طالت عشرات المنازل بعد أن نزح منها أهلها وحولتها إلى مقرات وثكنات عسكرية تابعة لها في الحياة التجاري ومنطقة الكورنيش وعدد من الأحياء الأخرى بمدينة الحديدة تمكنت قوات ألويات العمالقة من التقدم نحو مدينة الصالحة الاستراتيجية بمحافظة الحديدة وإطبق الحصار عليها من عدة جهات لتحريرها وتطهيرها من سيطرة ميليشيات الحوثي والتي حولتها إلى ثكنات عسكرية وذكر المركز العلامي لألويات العمالقة في جبهة الساحل الغربي بأن ميليشيات الحوثي تعمل على التمترس في المناطق المكتضة بالسكان وتحول منازل المواطنين والمؤسسات العامة والمصانع والمباني الحكومية إلى مخازن للسلاح وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية في محاولة منها لعاقة تقدم الجيش الوطني لتحرير وتطهير مدينة الحديدة حررت قوات الجيش الوطني جبالا تحيط بمدرية حيدان في محافظة صعدة أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في السياق سقط العشرات من القتل والجرح في صفوف ميليشيات الحوثي بينهم قيادات بارزة بنيران أبطال الجيش الوطني وطيران التحالف في محيط مركز مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة أفادت المصادر أن أكثر من أربعين عنصرا من الميليشيات لقوا مصرعهم بينهم أربعة قيادات بارزة وهم القيادي المدعو أبو يوسف السالمي والقيادي المدعو أبو عادل الشويع وقاعد ما يسمى بكتاب الحسين والمقرب من زعيم الميليشيات ويدعى أبو حسين الستين بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحة خلال المعارك التي دارت في محيط مركز مديرية باقم بصعدة بفضل الصمود التاريخي لأبطال الجيش الوطني وعزيمتهم التي لا تنكسر أبطال اللواء الثالث عاصفة يسطرون ملاحمة بطولية في جبهة شدة بمديرية رازح في محافظة صعدة مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الانتصارات تتوالى يوما بعد يوم في جبهات القتال في اليمن وذلك بفضل الصمود التاريخي لأبطال الجيش الوطني وعزيمتهم التي لا تنكسر ملاحم خالدة في سبيل تحرير اليمن وبسط سلطة الدولة فيها أبطال اللواء الثالث عاصفة يسطرون ملاحما بطولية بقيادة العميد محمد بن عبدالله العجابي ففي جبهة شدة بمديرية رازح تم السيطرة الكاملة على قرية قمبورة والخط الدولي وقطع خطوط الإمداد على الميليشيات التي كانت تسيطر عليها سابقا هذا ما تم تحريره من قبل أبطال اللواء الثالث عاصفة بقيادة العميد محمد عبدالله العجابي نعاهد الله ثم نعاهد الشعب اليمني أننا سوف نحرر الأرض الطيبة أرض اليمن وهذا ملزماتهم وهذه شعاراتهم خلفوها وهذه جريدة الأبطال في اللواء الثالث عاصفة قاموا أيضا بأحراق مخزنين لأسلحة العدو الأول في قرية قمبورة والثاني جوار الجامع في قرية شذة وتم قتل العديد من الحوثيين يقول العميد العجابي إن المعركة التي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد الميليشيات الحوثية في محور الصعدة تعد امتدادا للعملية العسكرية الرامية لقطع رأس الأفعى في قلب الصعدة والتحام كل الوحدات العسكرية بين الميمنة مع الميسرة وأكد أن الجيش الوطني أضحى على أبواب زعيم المتمردين هذا هو كهوف الحوث الذي كان اختباه فيه في وادي الجارة الحمد لله تم السيطر عليهم من قبل أبطال اللواء الثالث عصفة أعضرهم القيادات اللواء الثالث عصفة قوات الجيش الوطني خلال الأيام الأخيرة شنت عدة هجمات على مواقع الميليشيات الحوثية في المديرية وسيطرت خلالها على مساحات وسلاسل جبلية كبيرة وإستراتيجية كبدت خلالها الميليشيات عشرات القتل والجرحة واستعدت خلالها العديد من الأسلحة المختلفة وكالعادة لسان حالهم دائما يقول بالروح بالدم نفديك يا يمن سمير السروري لقناة عدن الفضائية بالروح بالدم نفديك يا يمن وفي محافظة تعز تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي المحافظة وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز وتمكنت خلاله من تحرير قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمداد الميليشيات الرابط بين الكادحة ومقبنة وفي السياق تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير تبتي سعدة والراعي وقرية القوز جنوب منطقة قهبان بمديرية مقبنة فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش أكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية صدت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشيات الحوثي في ميسرة جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وقال مصدر عسكري إن الميليشيات الحوثية شنت الهجوم على ميسرة جبهة الملاجم في محاولة يائسة منها لاستعادة قمة جبل صوران الاستراتيجي الذي حرره الجيش الوطني وأكد المصدر أن الجيش الوطني أفشل تلك المحاولة وأجبرها على الفرار والتراجع بعد مقتل تسعة من عناصرها أثناء محاولة التسلل حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في مديرية دمت شمال محافظة الضالع وأفاد مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني حررت جبال الحريوة والنسر وموقعي الثعيل وخارم شرق منطقة الحقب وتبت القاضي والجبال المطلة على كولة الزوقري والعكرة الواقعة غرب مدينة دمت مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع خمسة وثلاثين عنصرا من الميليشيات بينهم القيادية الميدانية البارز المدعو سالم النعمي وإصابة سبعة عشر آخرين علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيات ولفت المصدر إلى أن المعارك تدور في المدخل الشرقي لمدينة دمت وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات التي تلوذ بالفرار أقام المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة إب في مدينة مأرب حفل تدشين الإسناد المجتمعي والشعبي دعما وإسنادا للجيش الوطني مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير تزامنا مع اقترابي وطرق الجيش الوطني لأبواب محافظة إب وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة يدكون أوكار ميليشيا الحوث الإنقلابية بمدينة دمت في محافظة الظالع انطلقت اليوم في مدينة مأرب فعاليات المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة إب وتدشين حفل الإسناد الشعبي والمجتمعي دعما وإسنادا للجيش الوطني بحضور عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والاجتماعية وكذا الإعلامية وعدد كبير من أبناء محافظة إب والمحافظات الأخرى الحاضرنا يميعا إننا وفي هذا اليوم الآخر نجدد موقفنا في معركة تحرير الوطن بتدشين الإسناد الشعبي للجيش الوطني هذا الإسناد الذي يعتبر تحولا جديدا في مسار المعركة ورسالة صريحة لا تقبل التأوين بأن الشعب اليمني بكل بيئاته وشرائحه لا يقبل أنصاف الحلول في حريته وكرامة الشعب اليمني وفي فعالية الحجد والإسناد أكدت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة إب مواصلة العزم والمسير على درب الشهداء والجرحة حتى تحرير المدينة وبقية المحافظات اليمنية من دانسي وخبث الميليشية الإنقلابية الإجرامية شعبا جديدا يخلط في سمحات التاريخ النضاي الناس لأبناءها ونحن بعمل بإذن الله عوما وسنة بجيشنا على الوطن العظيم الذي يكونه صاحب الفقامة على الطائفة العالمية والمقاومة السلحة على المجينة لكم عبدالله منصور هادي وجددت القيادات السياسية والأسكرية والأمنية في المحافظة والمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تأكيدها في الوقوف خلف القيادة السياسية والأسكرية حتى تحرير كامل الوطن ودحر ميليشيا الكهوف والكهنوت الإنقلابية لقناة عدل الفضائية رفيق السامعي مأرب كرم محافظ البنك المركزي اليمنية الدكتور محمد الزمام الكوادر المبرزة في نظام سويفت في البنكي نظيرا لجهودهم الكبيرة في اطلاق التحديث الجديد من النظام خلال فترة قياسية بخبرات وكوادر شابة محلية لفتت أنظار شركة سويفت العالمية جاء ذلك خلال ورشة عمل حول نظام سويفت نظمها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن كرمت قيادة البنك المركزي بالعاصمة عدن كوادرها على عاملته في نظام المعلومات الذين أسهموا في تحديث النظام البنكي سويفت 7.2 الذي يعمل به البنك المركزي منذ مطلع العام 2018 وفي الحفل الذي كان افتتاحا لورشة العمل التعرفية بالتحديث الجديد لنظام سويفت 7.2 أكد محافظة البنك المركزي الدكتور محمد زمام أكد أن البنك المركزي يعمل وفق النظام العالمي الذي له للمعاملة المصرفية والبنكية متطلبات تتدعي القيام بالتحديث في كل المعاملات وبما يصب في خدمة المعملاء وأشار إلى أن الفريق الفني أنجز المهمة وفي وقت قياسي وبمهارات لا تقل على المهارات الأجنبية اليوم هو تكريم الفريق العامل في نظام المعلومات وخاصة فريق السوفت هو ليس تشغيل النظام النظام مشغل من بداية العام 2018 وإنما هناك متطلبات عالمية في تحديث النظام من ما يسمى ب7.1 إلى 7.2 الفريق عادة أغلب البنوك المركزية يتم الاستعانة بشركات خارجية لعمل التحديث نحن في البنك المركزي ومن خلال كوادرها المدربة قامت بعمل التحديث داخليا دون اللجوء إلى شركات عالمية وبناء على موافقة شركة سوفت والشهادة التي يعطيت للفريق تم تكريم الفريق العامل كونهم أولا أنجزوا بعمالة يمنية بأيدي يمنية داخل البنك المركزي رقم 2 أنجزوا قبل الموعد بشهر كان الموعد المتاح لنا أن يتم التحديث في 30 نوفمبر تم إنجازه في 29 أكتوبر من جانبه شكر الرئيس الغرفة التجارية أبو باقر باعبيد كل القهود التي يقوم بها البنك المركزي في اتجاه استقرار المعاملات البنكية التي ستفضي في نهاية المطاف إلى استقرار العملة في البلد وأشار باعبيد إلى أن تكريم اليوم هو حافز لمزيد من الإبداع في المستقبل وكان الفريق الفني في إدارة المعلومات في البنك المركزي قد قدم لحة عن أهمية النظام وطرق تعاملاته وأهميته من حيث السرية في إيصال الرسالة من وإلى المعنين بالتعاملات البنكية وأشار في جروحاتهم إلى أن النظام أقل ما يوصف بالبوابة الفلادية التي يصعب اختراقها داخليا وخارجيا نظاما غاية في الدقة والتعقيد يضاف إلى النظام البنكي اليمني يضمن معه إجراء عمليات حسابية ومصرفية غاية في السرية والدقة كبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة عدن رأس محافظ محافظة لحجا لواء الركن أحمد عبدالله تركي اجتماعا للجنة معالجات اختلالات المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة رئيس اللجنة صلاح حليل داودي كما شدد في الاجتماع المحافظ على عدم التهاون مع أي محاولات بائسة تفتعلها الأياد الفاسدة الهدفة إلى عرقلة سير الحراك الوطني التنموي والخدمي الشامل في محافظة لحج وفي قطاع الكهرباء والطاقة الحيوي بوجه خاص وأشاد بالجهود المخلصة التي بذلت من قبل اللجنة المكلفة من المحافظ وإلى جوارها لجنة وزارة الكهرباء والطاقة التي عملت معا بشفافية كاملة قفضت إلى وضع الحلول الناجعة لأي فقدان توازن في عمل المؤسسة سواء في الجوانب الإدارية أو الفنية أو دورات توفير مادة الديزل لمحططي الشهيد عباس بمدينة الحوطة وبير ناصر بمدرية توبن وصبها في مواقع أماكنها الفعلية المخصصة لها التقى اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع باللجنة المشتركة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلة بناصر الشعيبي والمحامية ولاء طاهر الطويل ومهدي بلغيث ولميس الحامدي كرس اللقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بتحسين الوضع العام للإدارات وأقسام الشرط والإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ووضع السجناء والعمل على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمحاكم والسلطات المحلية في المحافظة مع العمل على دعم وتحريك القضايا للبت في المحاكم والعمل على إنفاذ القانون باعتبار أن اللجنة ستعمل على الرفع إلى مكتب المفوضية والنيابة العامة والداخلية تقاريرها إلى الجهات ذات العلاقة بمكتب المفوضية والوزارة والمحكمة العليا للجمهورية والحكومة لمناقشة كافة المعوقات والصعوبات والتوصيات والاحتياجات الفنية والإنسانية والقانونية لها أقيمت في خيمة الحوار الوطني صباحية شعرية بعنوان مأرب الحضارة أحياها كوكبة من الشعراء والشاعرات تغنوا في قصائدهم الشعرية بعظمة حضارة سبأ وتاريخها التليد نزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير مدير عام الثغافة علي بغلان ومدير عام فرع الهيل عام الكتاب ناصر الشريف شهدت خيمة الحوار الوطني هنا بمحافظة مأرب صباحية شعرية متفردة قدمها كوكبة من الشعراء والأدباء والشاعرات هنا في محافظة مأرب عاصمة أغليم سبأ أراد الله للدنيا منوكا فأنزلنا من السبع العوالي وتوجنا ابتاج الحق حتى سمت أفعالنا فوق الخيال الشعر عبد الكريم العفيري قدم مجموعة من الغصائد الشعرية المتفردة والتي تقنت بمحافظة مأرب والوطن بشكل عام وأبدع في الغصائد الشعرية التي نالت استحسان للحاضرين وترسم للشعب الأبي ضموحه ليحيا كريما في أعالي المراتب وتنسف طاغوطا يرانا عبيده ويحسب ما يملي علينا بواجبي أياما أتيت الدار يوما مشردا متى كان رب البيت عبدا لهاربي فيما أقدم الشعران مسعد أكوزان ومحمد الحريبي غصائد شعرية تقنت بعظمة حضارة سبع التي تأتي في إطار صباحية شعرية تحت عنوان مأرب الحضارة جعرات كان له نصيبا أيضا في غصائد شعرية متنوعة تقنت بعظمة وحضارة سبع وعرش بلقيس أبدعين من خلالها حفيدات بلقيس بغصائد شعرية متفردة قناة عدل الفضائية كانت حاضرة في هذه الصباحية الشعرية والتغذى بعظا من الشعراء والأدباء الذين تحدثوا للقناة عن أهمية هذه الصباحية الشعرية في عاصمة أغليم سبع محافظة مأرب لقناة عدل الفضائية محمد الجداسي محافظة مأرب دشنت جمعية إنسان التنموية مشروع توزيع الأرز المقدم من جمهورية الصين الصديقة البالغ عددها 1400 كيس لأسر الشهداء الدفع الرابع حيث أشاد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعي والعمل ونائب رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة هادي شمعان بدور اللجنة العليا للإغاثة لتقديمها مثل هذه المشاريع التي تتلمس احتياجات أسر الشهداء في محافظة الجوف ومختلف المحافظات ودعى منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال للاهتمام بهذه الفئة المجتمعية التي هي في أمس الحاجة إلى مد يد العون لهم والتخفيف من معاناتهم بهذا الخبر مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النجرة في الختام نعود ونذكر بالعناوين نائب رئيس الجمهورية يلتقي عددا من القيادات العسكرية ويؤكد الانحياز لفرص السلام ميليشيات الحوثي تستهدف عددا من المصانع ومخازن للمواد الإغاثية ومنازل المواطنين والجيش يتقدم نحو مدينة الصالح في الحديدة الجيش الوطني يسيطر على جبال حيدان في صعدة ويحرر مواقع جديدة غربي محافظة تعز ختام النشر مشاهدين الكرام لكم أجمل التحايا وأطيب المنا من طاقم العمل جميعا دمتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته